اليوم بنا ناخد نوع قوة جديد اسمه قوة تأثير عن بعد رح نتعرف في هذا الدرس على الجاربية الأرضية وقوة تأثير عن بعد خلينا نعمل هيك مراجعة سريعة لأشياء اللي أخدناها قبل في هذه الوحدة أول إيش حكينا أنه عرفنا القوة حكينا أن القوة هي مؤثر خارجي يؤثر بالجسم فتسبب تغير في حالة الجسم حكينا كمان عندنا أنواع القوة أول نوع اللي هو قوة السحب اللي هو تقريب جسم نحوك مثلا أنك تسحب كتاب من المكتبة النوع الثاني قوة دفع أنك تباعد جسم عنك زي شو؟ زي أنك ترمي الكرة إلى الأعلى أو أنك تدفع الباب إلى الخارج حكينا كمان مثلا أنك أنت رايحة الصيدلية هلأ لما تجي تفوت بيكون مكتبة على الباب من برة ادفع أنت بتدفع الباب بعيد عنك عشان يفتح وتقدر تفوت على الصيدلية وإنت خارج بيكون مكتبة على الباب اسحب فإنت بتسحب الباب عليك تمام؟ عشان يفتح وتقدر تطلع النوع القوة الثالثة اللي هي قوة الاحتكاك هي القوة الناتجة عن حركة الجسم على سطح خشن قوة الاحتكاك تؤثر في الجسم باتجاه معاكس لاتجاه حركته يعني دائما عندنا قوة الاحتكاك اتجاهها كيف بيكون عكس اتجاه الحركة أو القوة فهي تعيق حركته حركة الجسم وتحاول إبطائه رابع نوع أخذنا عنه اللي هو قوة التلامس حكينا إنه قوة التلامس هي القوة التي تظهر حين يتلامس جسمان اليوم رح نأخذ عن نوع قوة جديد اللي هو عكس قوة التلامس قوة التلامس حكينا إنه فيه عندنا جسمين لازم يكون فيه تلامس بين جسمين تمام؟ مثلا عندنا إنه زي قوة دفع الماء للطاحونة أو قوة دفع الرياح للمراوح هل هذا النوع بعيد تماما عن اللي يكون فيه تلامس بين جسمين خلينا نعرف أول إشيء قوة التأثير عن بعد قوة التأثير عن بعد هي القوة التي تؤثر في جسم ما دون أن تلامسه دون أن تلامسه أي أنها لا تحتاج إلى تلامس أو اتصال مباشر بين الأجسام من الأمثلة خلينا نأخذ مع بعض أمثلة على قوة التأثير عن بعد أول نوع اللي هو قوة الجاذبية الأرضية شو هي قوة الجاذبية الأرضية؟ عمرك انتبهت أو فكرت مثلا إنه ليش الشجر وراء الشجر بس ينفك عن الشجرة عوان أخصان الشجرة ليش بقع على الأرض ما بيروح للثماء؟ ليه بقع على الأرض مش بيروح بالجهة المعاكسة؟ أنت لما تكون دائما بتلعب في كرة دائما إنها بتحاول إنها تنزل باتجاه الأرض طيب ليه بصير عنا هذا الإشي؟ هذا إشي بصير عنا بسبب قوة الجاذبية الأرضية اللي هي بتسحب كل إشي باتجاه الأرض شو هي الجاذبية الأرضية؟ هي القوة التي تسبب في سحب الأجسام نحو الأرض تأثيرها لا يتطلب اتصالا مباشرا بين الأرض والأجسام ولا تلامس بينهما تؤثر في كل شيء قوة الجاذبية الأرضية تؤثر في كل شيء على سطح الأرض من كائنات حية وجمادات خلينا نشوف مع بعض بعض الأمثلة لدينا هذا الولد باستخدام المظلية هل هو نازل باستخدام المظلية هذا اللي بيرموه من ارتفاع عالي المظلية وهي نازلة على وهي يعني ون بتروح بتنزل باتجاه الأرض مثلا كنت لعب بكرة سلة كرة سلة دائما ون بتحاول تتجه نحو الأرض لما تدخل في السلة هون دائما ون بتتجه نحو الأرض تمام عندنا هون شجر التفاح هذا الشجر ليه بسقط على الأرض أو بس ينفك عن أخصان الشجرة ون بيروح دائما باتجاه الأرض ليه بسبب الجاذبية الأرضية كمان في عندنا مثال آخر على قوة تأثر عن بعض اللي هي القوة المغناطيسية كلنا نعرفها وأكيد أخدت عنها قبل اللي هي لها دخل في المغناطيس القوة المغناطيسية هي القوة التي تنشأ من المغناطيس تجعله يؤثر في المواد الحديدية القريبة منه فالمغناطيس يسحب الحديد من دون ملامسته يعني بيكون فيه مسافة بين الحديد وبين المغناطيس المغناطيس إيش بيعمل؟ بيسحب هذا الحديد باتجاهه ويؤثر فيه عن بعد خلينا نشوف هون مثلا فيه عندنا هون المغناطيس هذا مسمار كان محطوط على الطاولة يجينا بس قربنا ما صار قربنا للمغناطيس منه ما صار فيه تلامس بين البرغي وبين المغناطيس راح المغناطيس سحبوا باتجاهه بدون ما يكون فيه تلامس بينهم يعني سحبوا عن بعد خلينا نحكي شوي عن المغناطيس حكينا أنه نعرف أنه المغناطيس بتكون من القطبين من القطبين قطب شمالي وقطب آخر جنوبي دائما الأحمر بيكون شمالي ودائما الأزرق بيكون جنوبي أي مغناطيسين إذا اقتربا من بعضهما فإنهما يتجاذبان أو يتنافران يعني هلا أي مغناطيسين أنا بقربها مع بعض إما إنهم بتجاذبوا أو بتنافروا يتجاذبوا يعني إنهم يقربوا من بعض يتنافروا إنهم يبعدوا عن بعض طيب شو اللي بيخلينا نميز إذا هدونا المغناطيسين رح يأربوا عن بعض أو رح يبعدوا هلا نشوف أول مثال عنا هذا المغناطيس وجنبه على طول هذا المغناطيس نجي نتطلع على الأقطاب حكينا إحنا الأقطاب المغناطيس بتكون من شمالي وجنوبي هلا إذا أنتوا شايفين في عنا هون قطب شمالي وفي عنا هون كمان قطب جنوبي هلا لما يكون الأقطاب متشابهة نفس الإشي يعني هون شمالي وهون شمالي فالمغناطيسين رح يبعدوا عن بعض طلع هذا رح يروح زي هيك وهذا رح يروح زي هيك رح يبعدوا عن بعض يعني رح يتنافروا تمام نجد نشوف كمان مثال عندنا هون عندنا هون قطب جنوبي وعلى طول جنبه هون في قطب جنوبي كمان جنوبي وجنوبي متشابهان المتشابهان شو مصير فيهم بتنافروا معناه هذا رح يروح هيك عكس بعض رح يتحرك وهذا رح يروح هيك رح يبعدوا عن بعض طيب لو كانوا القطبين مختلفين مثلاً عنا هون شمالي عنا هون جنوبي عكس بعض لما يكونوا عكس بعض رح يصير فيه تجاذب شو يعني انهم يتجاذبوا؟ يعني انهم يقتربوا من بعض يعني هذا رح يروح بهذا الاتجاه هذا رح يروح بهذا الاتجاه رح يقتربوا من بعض شوف المثال الثاني هون عنا جنوبي قطب جنوبي وعندنا هنا قطب شمالي هذا القطب مختلف عن هذا القطب رح يصير بينهم تجاذب شو يعني تجاذب؟ يعني أنهم يقتربوا من بعض رح يروحوا باتجاه بعض طيب هل نشوف هون هذا السؤال في الشكل هاد ثبتت سارة مغناطيسين على عربتين يعني يجد حط هذا المغناطيس على العرباي وهذا المغناطيس على العرباي هاي العرباي لها عجلات بتحركوا يعني ثم قربت العربتين من بعضهما يجد تقربت هاي العرباي على هاي العرباي لاحظت أن العربتين ابتعدتا عن بعضهما لما يجد تقربت العربتين على بعض بعدوا يعني هاي رحت في هذا الاتجاه وهي رحت الاتجاه المعكس لإلها طيب ليت بعدوا عن بعض كيف تفسر ما حدث؟ إذا أنتم منتبهين إحنا هون الأقطاب عندنا متشابهة هون عندنا قطب شمالي وعندنا هون قطب شمالي القطبين زي بعض حكينا لما يكون في عندنا أقطاب متشابهة شو بصير؟ بتنافروا تنافروا شو يعني؟ ببعيدوا عن بعض إذن ابتعدت العربتين لأن أقطاب المغناطيس متشابهة بدون ما يصير فيه تلامس بينهم عن بعد أثروا في بعض تمام؟ يعني أنا ما خليتهم يتلامسوا عن بعد أثروا في بعض طيب ضلوا عندنا العربايتين همي همي بس شو عملت سارة هون؟ غيرت سارة اتجاه المغناطيس في عربة واحدة إجت مسكة هاي العرباي ألبت المغناطيس خلت الجنوبي هون وخلت الشمالي هون لما عملت هيك شو صار؟ بدون ما تدخل هي اقتربت العربتان من بعضهما البعض يعني هاي راحت باتجاه هاي العرباي وهاي راحت باتجاه العرباي التانية تمام؟ بدون هيما أنه تقربهم في بعض أو صير في تلامس كيف تحركت العربتان مغتربتين من بعضهما؟ لأنه عندنا الاقطاب مختلفة تمام؟ الاقطاب مختلفة صار في عندنا تجاذب تجاذب شو يعني أنهم يقتربوا العربتين من بعضهم؟ ماذا تعلم في هذا الدرس؟ اتعلمنا أنه تسمى القوة المؤثرة في جسم ما من دون أن تلامسه قوة تأثير عن بعض اسمها قوة تأثير عن بعد بدون ما يصير في عندنا تلامس من الأمثل على قوة تأثير عن بعد قوة الجاذبية الأرضية اللي حكينا عنها بتأثر على جميع الأجسام والكائنات الحية انت وانت ماشي كمان تكون الكرة الأرضية بتكون الأرض بتجذبك باتجاهها بنحوها تمام؟ الكرسي كمان بيكون الأرض جاذبته بنحوها تمام؟ أي إشي بالحياة الأرض بتعمل على إنها تجذبه باتجاهها القوة المغناطيسية زي ما حكينا بدون ما نقرب يكون عندنا مغناطيس وعندنا مسمار بدون ما نقربهم على بعض بدون ما يتلامسوا بدون ما يتلامسوا بصير في عندنا قوة قوة المغناطيس بتأثر على المسمار فبتسحبه باتجاهها قوة الكهرباء الساكنة هلأ رح ناخد عنها رح نتعرف عليها قوة الجاذبية الأرضية تسحب الأجسام نحو الأرض طيب هلأ بدتي منكم تفتحوا كتاب التمارين جيبوا كتابكم التمارين تفتحوا على صفحة 44 و45 رح نحل الأسئلة وبدتي تجيبوا معكم المرصاص ولون أزرق تمام؟ بشكل سريع طيب هلأ عنا كتاب التمارين صفحة 44 في هذا السؤال في هاي الرسمة فيها قوارير بأشكال مش أشكال مختلفة محطوطة باتجاهات مختلفة انظر إلى القوارير اللي بلاستيكية ثم أرسم ماء ما يمثل وجود كمية من الماء في كل قارورة طيب هلأ هاي الكرة وهي مائلة رح تكون الماء شو مالها؟ بتروح بالاتجاه الأعلى ولا باتجاه الأرض؟ بتروح باتجاه الأرض بسبب الجاذبية الأرضية طيب هلأ كل النين إجينا عبانا فيهم كمية من الماء وحركناها بنا نشوف هاي الماء كيف رح يكون اتجاهها هاي أول واحدة حكينا إنه هاي اتجاه الماء فيها بترسموا باللون الأزرق كيف هو كيف الماء رح تكون شكلها نيجي على النين الثانية هل الماء رح تكون في النص اللي فاقولة رح تكون النص اللي تحت اللي هو نحو الأرض أو قريب من الأرض رح يكون بنص اللي تحت لأنه الأرض بتعمل على جذب الماء نحوها طيب إجينا ميلنا الأنينة شوي هيك عجنب رح تروح على الجهة اللي بعيدة عن الأرض ولا الجهة القريبة عن الأرض رح تروح باتجاه الجهة القريبة على الأرض طيب كيف هيك رح يصير شكل الماء كيف رح يكون اتجاهها إجينا برغو قلبناها كمان مر الأنينة هل الماء رح تكون في النص اللي بعيدة عن الأرض ولا النص القريبة عن الأرض رح تكون بالنص القريبة عن الأرض لأنه الجاذبية الأرضية بتأثر عليها بدون ما يصير فيه تنامس وبتسحبها نحوها تمام بترسموه هذا عندكم عن كتاب التمارية صفحة 44 نيجي على صفحة 45 في عنا هون بنت اسمها نادية إجت عملت عنا تجربة خلينا نشوف شو عملت في التجربة جابت عنا بلون وجابت عنا كأس وجابت عنا حنفية الحنفية هاي اي شمالها بتكب مي قاعدة شو إجت عملت مسكة البلون المنفوخ هارد دلكت نادية بالونا بسترتها الصوفية إجت دعكته في كانت لابسة بلوزة الصوف دعكته فيها وحين قربته من خيط الماء النازل من الصنبور لاحظت أن الماء ينجذب إلى البالون يعني هي مسكة البلون دعكته في بلوزتها الصوف بعدين مسكة البلون هذا قربته باتجاه الماء اللي نازله من الصنبور لاحظت بعدين أن الماء تنجذب نحو البالون قاعدة المي بتقرب على البالون تمام يعني ما صار في تلامس بينهم تمام المي لحالها قادت عن بعد بدون ما يصير في تلامس يقتربت نحو البالون خلينا نشوف الأسئلة الموجودة عندنا هون السؤال الأول ما المواد التي احتاجت إليها لتجري التجربة زي ما إحنا شايفين احتاجت بالون وكأس وبلوزتها الصوف وماء السؤال الثاني ما المشاعدة التي لاحظتها لاحظت أن الماء ينجذب نحو البالون السؤال الثالث أيهما الصحيح أثر البالون في الماء حين تلامس البالون مع الماء أم أن تأثيره فيه كان عن بعد التأثير كان لما لامس الماء ولا عن بعد زي ما إحنا شايفين هي ما صار فيه تلامس بينهم تمام؟ فيه مسافة بينهم إذا كانت تأثير عن بعد طيب لش بتتوقعوا هيك صار؟ هلأ هي لما داكت البالون في بلوزتها الصوف البالون هذا انشحن صار في عليه شحنات كهربائية لما راح تقربته باتجاه الماء الماء انجذب إليه بسبب هاي الشحنات وهذا الإشي اسمه الشحنات الساكنة يعني البالون لما هي داكته فيه البوز الصوف انشحن صار فيه على البالون شحنات لما إجا تقربت البالون باتجاه الماء انجذب الماء إلى هاي الشحنات الموجودة في البالون هذا ما يسمى بالكهرباء الساكن أو الشحنات الساكنة يعطيكم العافية مس إذا عندكم أي سؤال اسألوني والأسئلة اللي حلناها هاي أكيد بتنقلوها على كتاب التمارين صفحة 44 و45 يعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة